حملت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي روسيا مسؤولية استخدام غاز أعصاب من الدرجة العسكرية لتسميم الجاسوس السابق سيرجي سيكريبال وابنته في إنجلترا وقالت ماي إن حكومتها خلصت إلى أن تكون روسيا متطورة في تلك العملية وطلبت لندن من موسكو معلومات كاملة فورا عن ذلك الغاز لتقديمه إلى منظمة حضر الأسلحات الكيميائية